أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَعَلِّمُهُ السِّحْرِ وفي رواية كان هذا الساحر أو الكاهن يتكهن للملك يقدم له غطاء إيديولوجي في تعبير المعاصر متواطئ مع الملك فبعث إليه غلاماً يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب في طريق الغلام إلى الساحر راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه الراهب يمثل دين السماوي أما الملك متأله والذي يقنع الناس بأنه إله الساحر لكن الساحر ملقاً أن هذا الملك إله التعبير الشعبي على همان يا فرعون لكنه يقنع الناس أن هذا الملك إله وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر قل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس يعني وحش وقف على مداخل بلدة وحبس الناس عن الخروج فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أنا الراهب أفضل فأخذ حجراً فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس إذا كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة يا رب يعني أعني على قتلها فلما رماها قتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل منه يعني رأى على يديه كرامة قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإذا ابتريت فلا تدل عليه وكان الغلام يبرئ الأكمه والأغرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جريس الملك وكان قد عميه فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإذا آمنت بالله تعالى دعوت لك فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ماء تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجريس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام القصة رواها النبي عليه الصلاة والسلام والقصة تفسر آية في الكتاب أتلوها عليكم بعد قليل قيل للغلام ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم كفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه كفانهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور يعني في قارب وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاغذفوه فذهبوا به فقال اللهم كفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانهم الله تعالى الملك احتار فكيف يقتله فقال هذا الغلام للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني في أعلى جذع ثم خذ سهما من كنامتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم رب الغلام ثم ارمني فإنك إن فعلت ذلك قتلتني الحقيقة وقع بمطب كبير الملك ما انتبه بس جمع الناس جميعا في ساحة كبيرة وأخذ سهم من جعبة الغلام طبعا صلب الغلام ووضعه في قوسه وقال باسم رب الغلام فقتله فآمن الناس جميعا برب الغلام يعني هذا الحديث أحيانا يستخدم كدليل على الأعمال الاستشهادية فقال الناس آمنا لرب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت أي شقت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صدي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمي اصبري إنك على حق قتل أصحاب الهدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ومعركة الحق والباطل قديمة قدم الإنسان ولا تزال مستمر إلى نهاية الدورة الوجه الثاني من وجوه الصبر في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهله وبيّن محبته لهم ومعيته لهم فقال تعالى الذين يقولون إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا مستكان والله يحب الصابرين الطهور شطر الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ البيزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أيها الإخوة نحن في أمس الحاجة إلى الصبر لكن الصبر الإيجابي لا الصبر السلبي الصبر الإيجابي أن يبلغ سعيك أقصى ثم حيث انتهى بك السعي تصبر لا أن تقعد ولا تتحرق ولا تعمل شيئاً ولا تحمل هم المسلمين ولا تسلم بشيء في خدمة المسلمين وتقول أنا صابر لا الصبر السلبي أن لا تفعل شيئاً وتصبر أما الصبر الإيجابي أن تفعل كل ما تستطيع وحيثما انتهى بك الفعل والسعي تصبر لا يقبل بنا إلا هذا الصبر الثاني الصبر الإيجابي أما أن تصبر دون أن تفعل شيئاً هذا ليس من أخلاق المؤمنين